السلام عليكم اهلا وسهلا و مرحبا بكم في قناة سبا غادي ديوغو كنتمنى تكونوا دائما بخيروا على خير و بصحة جيدة اليوم غادي نشوفوا هاد الكروكت بالدجاج و البشاميل كيجيوا الدادين معلكين من الداخل و مقرمشين من برا انا طيبتهم غير في الفورن بدون قلي السهلين بزاف في التحضير و ما كيحتاجوا وقت كتير فقط الوقت الي غادي نخليو الدجاج و البشاميل يبردل苓ا في تلاجه يعني وصفها سهلة وسهل سريعة نمشيوا على براكات الله نشوفوا المقادير والطريق عندي هنا 250 جرام ديال سدر ديال الدجاج انا كان في الكونجيلاتور عندي علش كل بغوشيت يعني مقطع زدت ليها وريقة ديال سيدنا موسى وفص ديال تومة شوية ديال الملحة والبزار وغادي نسلقو هاد الدجاج ممكن تزيدو معاه واح طريف ديال الجازار وشوية ديال بورو يلا بغيتو يعني هادك المراق يكون من السم اكتر لانا غا نستعملوه باش غادي نحضرو البشامل صفي غا نديرو هي تسلق بعد ما كيطيب لينا الدجاج كننقيسوه هلا كان الدجاج صفي طاب كنصفيو من هاد الماء وقطعوه ارقيق ممكن تقطعوه بالقطع اللي بسيكين وبالقطع اللي كنقطعو بها الربيع انا غادي نقطعوه بطراب كهربائي الى بغينا نخدمو بسرعة غير هو را ما كيعطيش نفس النتيجة ديال الى قطعناه بالقطع ديال الربيع يعني كنفضل تقطعوها رقيق ان شوما كيبقى شوية اغليد فباش ملي نبغيو نقطعو هاد هاد اللي كخوكات في اللخر غادي ملقوش هادوك القطع ديال الجيش وهنا صفيت المراق غادي ناخد منو ميتين وخمسين جرام باش غادي نحضرول بشامل وغادي نكملول القياس اللي خاصنا ديال السائل بكاس ديال الحليب يعني مية وخمسين جرام ديال الحليب هنا خديت شوية ديال البصلة يعني نص بصيلة صغي ورا نشحروها في الزيت تكون قطع عرقيق بزاف نشحروها في الزيت مزيان حتى تبدأ تتحمر وغادي نزيد لها واحد ستين جرام ديال الزبدة ملق احسن تكون زبدة من نوع حيواني وغادي بعد ما تدو بهذا الزبدة غادي نزيدو ستين جرام ديال الدقيق هنا كنحضروها بالبشامل من السم بهذيك البصلة والتومة اللي سلقنا بهذا الدجاج انا درتها معا الدجاج من اللي بغيت نقطعه يعني استعملتها حتى هي كنخليوها الدقيق يتشحر واحد شوية باشي طيب ومن بعد غادي نزيد السوائل هنا يهو كي طيب زدنا شوية ديال الملح والبزار من بعد غادي نزيد ميتين وخمسين جرام ديال المرق اللي سلقنا فيه الدجاج وغادي نزيد مية وخمسين جرام ديال الحليب هنا ما درتش نصف ليتر ديال السائل كيما البشامل العادي احنا بغينا واحد البشامل يكون تقيل هنا هاد المرق كنزيدو بشوية بشوية وانا كنخلط بطراب يداوي من الاحسن باش ما يديرش لنا كويرات ديرو غير طراب يداوي بعد ما ضفت المرق كله غادي نزيد الحليب حتى هو بشوية بشوية حتى كي شرب لنا البشامل الكيمية اللي درنا عاد كنزيدو كيمية واحدة اخرى سافي وغادي نخليو هي طيب حتى يولي تقيل ممكن نزيدو تشوية ديال جوزة اللي بغيتو انا مادرتهاش بعد ما كي تقال الخالي تكيولي على هاد الشكل غادي نزيدو الدجاج اللي قطعنا سافيك نخلطو كل شي وغادي نطفيو النار وهاد الخاليط ضروري يبرد مزيان ضروري واحد ثلاثة حتى لاربعة ساعات باش يبرد انا ما خليتوش خليتو تقريبا واحد ساعة ما كيفياش باش ما يتشقوش لينا ملي نطيبوهم بفخديت بيريكس اللي درت فيها البابير كويسون وممكن نديرو اي مول صغير انا درتو مول مربع باش نقطعهم بشكل طولي او ممكن نديروهم كويرات اللي بغيتو كنقاددو الخليطة وسط المول وكنغطيو بفيلم أليمونتغ وكنقاددو بيد دينا لاني غادي نقطعهم بحل الاصابع باش كيجيوني مقاددين هاد الكروكيد سوف ندخلهم لتلاجة كيما قلت لكم ضروري واحد ثلاثة حتى لاربعة ساعات على الاقل الى خليناهم باتو اللي لكاملة يكون احسن من بعد غادي ناخدو لاشا بلوغ وبيضة انا ما كفيتنيش البيضة ازت مازال بيضة اخرى كنطربوها ولاشا بلوغ إلا كانت لقيتو اللي من السما بالأعشاب يكون احسن غا تكون ألد وغادي ناخدو شوية ديال الدقيق الأبيض هناك نخرجو الخليط اللي وجدنا من تلاجة بعد ما برد انا خليتو تقريبا ساعة ما كافياش فخليوه من الاحسن واحد المدة باش يبرد مزيان ويتماسك ومن اللين طيبوه ما يتشقق شنينة فالفران انا شوية تشقو ليه فالفران هنا سمحوا لي كان عندي مشكل في الكاميرا سوفي كان قطعوهم كيما كتشوفوا وغادي نبدو ناخدو هاد الأصابع ندوزوهم في الدقيق من بعد في البيض من بعد في الاشا بلوغ كان قدو لهم الشكل ديالهم وإلا بغيتوا تديروهم كويرات فغادي ندير معاكم واحد ثلاثة الكورات في الأخير باش تشوفوا الشكل ديالهم كيف اشتيج أنا غندوزوهم كلهم في دقيق الأبيض ومن بعد غنكمل البيض ولا شاب لها سوفي كان قوادي بها الطريقة حتى نكملوا الكيمية اللي عندنا كلها هنا در ثلاثة ديال الكورات ونأكد ضروري الخليط يبرد لأنه إلا درتوهم كورات وترتقو مغي يجيش شكل ديالهم مزوين ما زال هاد الشكل ديال الأصابع إلا تشقوه مش مشكل سوفي هنا يا بعد ما كملت الكيمية كلها في الدقيق الأبيض غندوزوهم في البيض ونحاولو نقطروهم مزيان من البيض وممكن بعد ما تكملوا دخلوهم المجميد حتي يتجمدوا يعني حتي يقصاحوا ومن بعد نطيبوهم كنخرجوهم من المجميد للفران هنا باش نتفادوا أنهم يتشقوا لينا سوفي كنغلفوهم بلا شابلوغ هنا من الأحسن خليوا واحد الإيد ما تقيسوهاش بالبيض باش تساعدكم فلا شابلوغ سوفي كنمقوا وغاديين بهالطريقة حتي نكملوا الكيمية اللي عندنا كلها أنا كنحط في اللاطا درت فيها بابي كويسون وهاد الكورات هما درنارهم نفس الطريق سوفي من بعد ما كنكملوا كندخلوهم الفران اللي يكونوا سخناه من قبل على نار اللي ما تكونش عالية كنخليوهم يطيبو وياخدوا واحد اللي وندهبي من الجهتين بجوج ونخرجوهم كيجيوا لدادين مقرمشين من بره ومعلكين من الداخل كنتمنى الوصفة تعجبكم وتجربوها بصحة وراحة شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء مع وصفة جديدة بإذن الله اشتركوا في القناة